إجمالاً هذا التفقير وهذا التجويع ره مقصود لكن هل يهمس كل جزائريين أم أن هناك فئات مستفيدة في الحقيقة أو على الأقل ما مسهاش أو على الأقل راي تدي تدي في الزيادة بدون من بين الفئات اللي راي تدي في الزيادة وأمامي هنا نقرأ من معلومات القضاء القضاء هذه الفترة زادوا لهم زيادة هي تدور في حدود 20% طبعاً القضاء البداية القاضي المبتدئ لحسب ما سمعت الآن التفاصيل يقولوا يبدوا في حدود 6 ملايين يعني وكين قضاء يدوا 20 مليون هذو اللي يدوا السالير هذو اللي نضعف هذو اللي ما يمدوش يديهم للرشوة وكذا نحن عارفين أن هناك جزء من القضاء في الحقيقة يدوا ملايير كين يدوا ملايير في الأسبوع موش في الشهر حتى لأنهم داخلين في الإزافير والدليل أنك تشوف في مساكنين مرات ساكن دير بني عمارة اللي تساوي 60 70 80 مليار بني عمارة انتع أم بليستروا ولا كات والله ومنين جاتك 60 مليار وانت تدي أنا أفترضه 20 مليون في الشهر لازم تخدم مئة سنة باش توصل لها ما تعرفش كين يراكبين في سيارات انتع 500 مليون تحت 800 مليون تحت مليار مليار ونص مليار ومئتين منين هو وابنه مثلا شارلوا سيارة سبوريتس وهنا مثلا في أوروبا 50 ألف أوروب مليار يعني منين ما تعرفش لكن لو افترضنا وابقينا فقط في إطار السالير أو في إطار الأجور فزادوا لهم في السر 20% وقال لك أنه في الغالب رح نحسبوها له مرة بيلتع 12 شهر لو افترضنا نجو القاضي متوسط يدي 10 ملايين 20% معنى هزوج ملايين معنى جي 24 مليون بريم انتع السنة ومن عشرة يقول لي عنده 12 مليون ليسونس ممكن زايد ثلاث سنوات أو خمس سنوات يدي 12 مليون لأنه في القضاء ليسونس زايد ثلاث سنوات أو خمس سونات خبرة في التعليم تدي ربع ملايين ربع ملايين ونص مهندس تدي خمس ملايين خمس ملايين ونص لماذا؟ لأن القضاء ما هوش قضاء اليوم القضاء اليوم ره صوت رعصاء والحقيقة ليس فقط القضاء الي زادوا لهم كبار الجنرالات والجنرالات عموما من عميد فما وفوق كلهم زادوا لهم ليس فقط زادوا لهم وعطاهم قروض وبعض القروض لا ترد يعني عندهم الحق مثلا في يأخذوا ميتين مليون قرض على حساب الرتب يدي 100 مليون خمسين مليون قرض وخمسين مليون ما يردهاش هبا كيلي دي 200 مليون 100 مليون قرض و100 مليون هبا كيلي 300 مليون كيلي 500 مليون كيلي بدون حساب الألوية بجنيرو ماجور بدون حساب أطلب فقط وامتيازات هائلة لماذا؟ لأرباب البلاد في حين أن قالوا الأسبوع هذا فقط نفذوا أو طبقوا موضوع الأجر القاعدي كم هو الأجر القاعدي؟ رسميا هو زج ملاي 100 أور أقل من 100 أور في السوق بينما احنا عارفين أنه في الحقيقة حتى هذه زج ملاي كيلي الناس لم يدهاش كيلي الناس ليده مليون وميتين مليون وربعمية مليون وثمانمية كيلي الناس عندهم بربع شهر خمسة شهر ست شهر ما خلصوش كيلي الناس مثلا هذو اللي يسموهم الحراس خاصة في الشركات الأمنية هذه شركة الأمنية تلقاها باسم سيناتور باسم جنيرال مرت شرق جنيرال وسيناتور شركة مرت في الغالب جنيرالات معهم عقادة ومعهم بعض ما يسمى بسيناتور ولا البرلمانيين عنده شركة عنده خمسة لاف عنصر أمن راهي في سناتراك كم يديع العناصر في الغالب كمعدل يدو خمسة وعشرين مليون على كل عنصر أمن كم يديع العنصر تعل الأمن من الخمسة وعشرين مليون في الغالب يدو خمسة مليون كيلي يدي ربعة كيلي يدي خمسة كيلي يدي خمسة ونص يعني خماسة يعني أرجعنا لفكرة الخماسة تعيام فرنسا أيام الكولون الأرض أرض جزائرية الخدام جزائري اللي عنده الأرض اللي مالكها فرنساوي كولون يعطي للجزائري من هذه جات الخمس الخماس لأن بعض بعض أخواننا الشباب الصغار ما يعرفوش كلمة الخماس الخماس جات من أنه يعطى للفلاح الجزائري العامل الجزائري على الأرض يعطوله خمس ما تنتجهه الأرض هو يخدمها والأرض في الأصل هي تعالجزائري لكن الكولون والاستعمار يدي 80% ويعطي 20% للجزائري كانوا زمان مثلا يكون كينا بحيرة كما يقولوا حديقة قطعة فيها 10 هكتار ولا يشتغلوا مثلا فيها 50 جزائر في المحصول يديهم 20% من المحصول والكولون اللي قاعد فقط يجي مرة مرة يدور بالسيجار أو بالبيباء يدي 80% رانا ما نشبعد عليها خاصة في قضية هذه الشركات الأمنية وأيضا في موضوع لساليرت على الوزراء والولات والكبار القضاء والسفراء والجنرالات وكذا ما نشبعد عليها كاي اللي يدي 60 مليون 70 مليون 80 مليون 100 مليون 120 مليون السفراء اللي برا طبعا المعدل هو 16 18 ألف أورو كاي اللي يدي 20 ألف أورو 20 ألف أورو هي 400 مليون في الشهر كل شيء مدفوع بالمناسبة كل شيء مدفوع جمعت كل كل شيء مدفوع ليس فقط كل شيء مدفوع يجبونهم الخدامات يعني الخدامة مدفوع الخدامات اللي يغيير عن التنظيف اللي يذكر الحديقة اللي يغيير مدفوع الأنترنت الغاز الماء في حين وهنا يحاول think N cannon contours tim tel Wall Tricity x اتحدى الجنرالات تريستي والغاز مليون ومليون 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 يأتيهم ثلاث ملايين يضخمونهم الفاطورات في حين أنه يدي تسعين مليون ومئة مليون رسميا في كلوب دي باع كل شيء مدفوع هل هذا وضع ما يخليش الناس خلينا من الكرامة ومن الحرية ومن كل هذه اللي هي أساسية فقط فقط على قضية هذه الحجرة هذا الاستعمار ما يخليش الناس تنتفذ متخليش الناس يثوروا ما يخليش الناس يغضبوا ما يخليش مش هذا فقط زاد حصلك في شكارة الحليب حصلك في لترات تعزيت الخمس لترات تعزيت دير عليهم لاشين ومرات لاشين أنا شفت مرات بعض لاشين في بعض الفيديوهات تلقى لاشين مثلا شفت في حي لوي قام قبل أيام في لغواط شفت فيديو فيها حوالي ثلاثمائة شخص أغلبيتهم نساء وفي حرارة في شمس ورمضان بالك يصلون البيضون الزيت طبعا في بعض الأماكن شفناها في ورقلة في خنشلة في تبسة في عدة أماكن تضرب على البيضون الزيت تروح تخلص دراهمك في كثير من الحالات ما تقدرش تخلصهم ولازم تمد باش تخلص دراهمك وأشياء كثيرة أخرى رغمتكم تعايشوها إخواني وبمرارة شديدة هل هذا يعني لو كان جات هذا وما مش بشر كونجينا احنا بالجزاء مناش بشر يعني أقل من نوعية البشر ما الناس ما تنتفذش ما تطورش على أوضاع مثل هذه أن هناك طبقة صغيرة جدا استولت على كل ثروات البلاد حتى في وقت الأزمة حتى في وقت المدخيل ناقصة على البترول حتى في وقت الوباء استولت على مدخيل البلاد وأن الأغلبية العظمى من الشعب تعاني حتى اللي يدين الآن ست ملايين وسبع ملايين وثمن ملايين ما رايش يلحق إلا عنده ثلاث أولاد والأربع أولاد وإلا عنده الإيجار ما يلحق الشهر طيب ما اللي يدين ثلاث ملايين والتحت زرج ملايين والتحت واللي ما عندهش مدخول كثير من إخوانا اللي مصابين في أجسادهم داروا لهم مليون لكن هذا المليون ما يصير شقع للناس لكن ما هو مليون خمسين أورو وشنو هي خمسين أورو اليوم في الجزائر؟ خاصة إذا كان عنده أسرة أو كانت عنده أي أن الجزائريين لو كان ما عندهش أسباب الأخرى اللي هي أخطر وأهم هو أن البلاد في خطر حقيقي هو أن الدولة قد تتفكك البلاد قد تتكسر المخاطر الداخلية والخارجية الكرامة الحرية حرية التعب كون ما عندهش كون ما عندهش كون ما عندهش قاعد المشاكل وكين مشكلة الأكل فقط هذه واحد هالناس ثور عجبتم لمن لا يجدوا لمن لا يجدوا قوتة يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه؟ يقول أحد الصحابة الكرام لم يجدوا قوتة اليوم كيف لا يخرج رب تسلاحه؟ لكي يجيب الأكل لولاده ولو كان الفقر رجلا قتلته والمثال الشعبي يقول لك لا دين إلا بالعجين في الحقيقة أن حتى الدين كي تكون كي تقوم كي تصوم أو كي تصلي لازم لك تأكل بدون أكل ما فيش شيء الآن الجزائرين حصلوا في الأكل بلاد عبارة عن قارة أو شبه قارة غرقت في الأكل